فبعد أن انتهيت من إعادة المسجد و كنا نحفر البير بدأ القصف طبعاً إحنا كنا مقطوعين لا يوجد تنفزيونات في هذا القرية تماماً فما كنا متفاجئين شي اللي قاعد يصير اضطروا اضطراراً إلى أن يصعدوا جبال اسمها تورابورا هذه الجبال على الحدود بين أفغانستان وباكستان و بقيت على حافة جبل من الأسفل و هذا الجبل كان عالي جداً و شاهق لكنه كان ارتفاعه حاد فبدأ القصف علينا إحنا تحديداً أول ما بدأ القصف رموا بقنبلة مضيئة حولت المكان إلى شبه نهار فأنا أخذت لي مكان و فقط ضميت نفسي و وضعت وجهي على الجبل و انتظرت و بدأت أذكر الله سبحانه وتعالى و أتشهد و أستغفر فكانت القذائف تنهال على يميني و يساري كنت كنت أشعر بالأخوة الذين يعني يقتلون يعني مع قوة التفجير يعني كانوا يطيرون من الأرض و يسقطون قريب مني يعني حتى كنت أسمع أنفاسهم الأخيرة و هي تلفظ كنت أسمع بعضهم يتشهد ثم يلفظ أنفاسها الأخيرة و بعضهم من غير صوت و بعضهم فقط ونة خفيفة كل هذا على يميني و يساري فبدأ الطيار يضرب فوقنا على أساس أن الصخور الضخمة تسقط علينا و تدفننا يعني من تبقى حيا يعني ردمته الصخور فسمعت مع التفجير في الأعلى سمعت صوت صخرة و هي تسقط علي يعني حاس فيها أن هذه جاية علي و واضح أنها صخرة ضخمة فأنا كنت سبحان الله قلت إذا ما قتلت بالشضايا سأقتل بالصخرة فأتشهد جالس أتشهد و أذكر الله سبحانه و تعالى حتى سقطت الصخرة علي كانت صخرة ضخمة حقيقة و من كثر ما هي ضخمة و ثقيلة أنا كنت جالس بهالطريقة محتمي فمن كثر ما كانت ثقيلة أول ما سقطت علي ما استطعت أني يعني أعتمد على إيدي فمباشرة فتحت الإيد و ضرب صدري على الأرض تماما و اتسق صدري بالأرض تماما من ثقل الصخرة أنا توقعت أن ظهري منكسر يعني و سبحان الله العظيم و عسى أن تكره شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا الصخرة لما وقعت على ظهري أصبحت كأنها صدفت سلحفات فحمتني فكنت أسمع الشضايا و هي ترتطم بالصخرة فيصدر لها صوت حاد سبحان الله الشضايا كانت ترتطم بهذه الصخرة بشكل كثيف جدا و سبحان الله يعني لو كانت الصخرة متأخرة قليلا لكانت كل هذه الشضايا علي لكن إن شاء الله سبحانه و تعالى غير ذلك لا ت surgeons اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تصدرون جدا اشتركوا في القناة